هذه طيارة الميج 31 واحدة من أسرع طياراتها الموجودة في العالم وليست الأسرع تم تقدمها في سنة 1981 ونقدر نقول إن لها نسخ كثيرة والدول المالكة لها دلوقتي روسيا كان في بعض قطع موجودة في كازاخستان ودي كانت من الدول الاتحاد السوفيت السابقة ولكن طلعت من الخدمة وخلينا نكلم في موصفاتها سريعا إن التقام بتاعها 2 وطولها 22 و 62 من 100 متر وارتفاحها حوالي 6.5 متر ويزنها هي فضيع 21 820 كيلو ووزن الإقلاع الأقصى 46 و 22 كيلو بس خلي بالك إن الوقود لوحده 16 130 كيلو ليه 2 محركين والمحركين دي أقوية جدا من نوع سولوفيف D30F3 بيديك سرعة 3000 كيلو في الساعة ما يقارب 82 و 83 من المية ماخ بس خلي بالك إن الطيارة الرينج بتاعها على حسب أنت بتطير بأنهي سرعة وعلى حسب في تانكات موجودة ولا لا بس لو هو فيه 2 تانكس تقدر توصل ل3000 كيلو بس تقدر تقول برضو المدى القتالي لو الطيارة بتطير بسرعة أقل من 1 ماخ فهي تقدر توصل ل1450 كيلو ولكن لو هي بتطير بسرعة أكتر من 235 من 100 ماخ فهي تصل ل720 كيلو وتقدر ترتفع لغاية 25 ألف متر وطبعا الطيارة دي طيارة تعتبر من أقوى الطيارات في الاعتراض الجوي فأكيد عليها كل أنواع السواريخ الجوي جوي الروسية كل عائلة الـ R بما فيهم الـ R77 والـ R73 والـ R37 وطبعا مع أن هي طيارة سريعة جدا فهي بتبقى مسلحة بأسلحة ما فيه زيها زي سواريخ الجوي أرض من نوع الـ K-H-58 الـ D المضادة للرادارات وكذلك السواريخ الأشهر حاليا وهي الـ K-47 M-2 Kinjal أو Kinzal على حسب النط وده ساروخ هاي برسونك وبيتم إطلاقه من على الطيارات دي في العموم الطيارة دي قوية وهي بنت الميج 25 ولكن الميج 25 كانت طيارة كبيرة وتقيلة وكذلك الميج 31 طيارة كبيرة وتقيلة باستقدر تقول الميج 31 أفضل بكتير من الميج 25 ولكن مشكلتها الأسية أن عددها قليل تكل العدد اللي منتج منها حتى الآن 519 طيارة شوف بقى كم طيارة منها تقعدت وكم طيارة منها حصل فيها مشاكل وكم طيارة اتضمرت سواءها في طيران أو تدريبات أو غيره فأكيد العدد مش كبير على عموم مفروض فيه مشروع حاليا يكون فيه مقاتلة تكون لبعدها وهي مطيارة الميج 41 يا ترى الميج 41 هتغني عن الميج 31 حاليا ولا لا قلنا رأيكم في الكومنتينت